على حرصكم على وضعيات المالية العمومية لبلادنا وعن مدى الوعي المشترك بصعوبة السياق الحالي الذي تمر منه مختلف دول العالم بمختلف التحديات التي صارت مفروضة علينا سواء على الصعيد الدولي أو الوطني وكما نعي ذلك جيدا فإن العالم اليوم يواجه سياقا مضطربا مطبوعا بطبيعة الحال بتوالي الأزمات مع الأسف الشديد والتي أثرت بشكل سلبي ومباشر على سلاسل الإنتاج والإمدادات العالمية في مختلف الأنشطة الإنتاجية مؤدية بذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقية على الصعيد الدولي كما ألقت بدلالها وبآثارها على النشاط الاقتصادي وعلى الأوضاع الاجتماعية لمختلف الشرائح وهو ما شكل ضغطا كبيرا على المالية العمومية من خلال اتخاذ التدابير المختلفة على مختلف الأصعيدة للحد من هذه التدعيات لأنني أسطر بشكل واضح على الحد من هذه التدعيات على عكس انتظارات تعتقد بأنه يمكن تجاوز التدعيات بشكل كلي وكبير ومما شك فيه أيضا أننا نعي اليوم بشكل مشترك بأن التراكمات التي حققتها بلادنا بفضل الإصلاحات الاستباقية التي أطلقها صاحب الجلالة نصره الله والقرارات الحكيمة والاستباقية التي يتخذها دائما هي التي جعلت بلادنا تتجاوز مختلف العقبات والأزمات لتخرج منها أكثر قوة وصلابة وأشد إصرارا على إطلاق جيل جديد من الإصلاحات في إطار نموذج تنموي جديد يضع المواطن في صلب العملية التنموية إصلاحات تهدف إلى بناء أسوس الدولة الاجتماعية وتوفير كل الشروط والتحفيزات الضرورية لانبتاق جيل جديد من الاستثمارات الخاصة ذات القيمة المضافة العالية والتي تضمن خلق فرص الشغل وتحقيق تنمية مستدامة تضمن التوازن والعدالة المجالية والاجتماعية أيها السيدات والسادة إن مباشرة هذا الجيل من الإصلاحات الضرورية الطموحة والمكلفة في نفس الوقت لم يكن ممكنا إن لم تنجح بلادنا في استعادة التوازن لماليتنا العمومية بعد أزمة كوفيد-19 والتي تجاوز أنا داك عجز الميزانية معدل 7% من الناتج الداخل الخام وبالضبط سنة 2020 وفاق حجم دين الخزينة العمومية 72% من الناتج الداخل الخام إذن وضعنا الاقتصادي والمالي في سنة 2020 في نهاية سنة 2020 تمزيزا بعجز تجاوز 7% وبمديونية تجاوزت 72% وبالرغم من توالي هذه الأزمات استطاعت الحكومة التوفيق في نفس الوقت بين مواجهة الضغوطات التضخمية والوفاء بالتزاماتها من خلال تنزيل الأوراش الإصلاحية التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة نصره الله إلى جانب استعادة الهوامش المالية وضمان استدامة توازنها وقد تجسد ذلك من خلال تقليص عجز الميزانية من 7.1 سنة 2020 إلى 5.9 خلال سنة 2021 و5.1 خلال سنة 2022 معناه أن عجز الميزانية وفي سنتين متواليتين تقلص بأكثر من زوج فصل 6% وبالمناسبة لما نتحدث على 1% من ناتج الداخل الخام نتحدث عن أكثر من 11 مليار درهم وذلك رغم التحملات الإضافية للميزانية العمومية والتي فاقت 40 مليار درهم سنة 2022 نعم اتخذت الحكومة سنة 2022 إجراءات عملية قد نختلف في تقييم أثرها ولكنها إجراءات لن نختلف في قيمتها لأنها كلفت الدولة والميزانية العمومية 40 مليار درهم موزعة بالخصوص 26 مليار درهم من أجل تغطية نفقات وتحملات المقاصة التي ارتفعت لتبلغ 42 مليار درهم سنة 2022 في الوقت التي كانت الاعتمادات المخصصة والتي بنيت سنة النداك على أرقام واقعية وحقيقية إلا أن الظرفية جعلت أو حتمت إضافة 26 مليار حتى الغاز البطان يبقى في 3.33 ويبقى السكار في 8 تاعه المعهود بجميع أصنافه و8 دقيق غاز البطان لوحده كلفت أكثر من 11 مليار درهم أسعار قمح ليين عند الاستيراد وتعرفون استعمال هذا المنتوج لدى مختلف الأسر المغربية بمختلف شرائحها كلفت أكثر من 9 فصلة 3 دل مليار درهم السكر 1.2 مليار درهم دعم مهني قطاع النقل لنحافظ على أتمينة النقل بمختلفة في أصنافها في المستويات متاحها كلفت 4.5 دل مليار درهم وكان هناك دعم مباشر لبعض المؤسسات العمومية والمقاولات فاقت 7 دل مليار درهم منها 5 دل مليار درهم موجهة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء وقد نختلف في هذا الإجراء ولكن الهدف المتوخى منه كان هو الحفاظ على التسعير نتعى الكهرباء وأنا سنرجع له في الإجراء لأن هذا الإجراء أيضا خديناه في هذه السنة قبل أيام بـ 40 دل مليار درهم خصصة زوج المليار درهم سنة 2022 لمعالجة الإشكالية المستدامة والمرتبطة باستدامة المالية المرتبطة الخاصة بصندوق المغربي التقاعد زوج المليار درهم همت 85 ألف مضاف بقطاع التربية الوطنية وترقيتها والتي كان قد تم تجميدها سنة 2022 زوج المليار درهم خصصت لدعم قطاع السياحة للتعافي ولو نسبيا من آطار جائحة كوفيد وهذا الإجراء هو الذي مكن هذا القطاع من انتعاشة فعلية حقيقية اليوم نرى آثارها على الاقتصاد الوطني ونتيجة لكل هذه المجهودات التي ذكرت فقد تم تقليص حجم المديونية من 72.2 إلى 69.8 سنة 2022 وأعتقد بأن هذا التدبير المحكم لماليتنا العمومية في ظل أزمات متوالية أنهكت اقتصادات كبرى أخرى يجب كما قلت دائما أن يدفعنا اليوم إلى الافتخار بما حققته بلادنا بمختلف تموقعاتها سواء كانت برلمانا أو حكومة أغلبية أو معارضة فرقاء اجتماعيين وكل هذا بإرادة وتوقعات متبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وما جسد هذه الإنجازات التي يجب أن تكون مبعث فخر اليوم لنا جميعا هو إشادة مختلف المؤسسات الدولية ولعل أبرزها تأكيد مؤسسات التنقية الدولية سواء ستاندار أنت بورس على الآفاق المستقرة لماليتنا العمومية واقتصادنا بشكل عام خروج بلادنا خلال شهر فبراير 2023 من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي قافي الإعلان يوم 17 مائة 23 عن حدف المغرب رسميا من القائمة الرمادية للالتحاد الأوروبي الخروج الناجح لبلادنا للسوق المالي الدولي من خلال تعبئة زوج 5 مليار دولار في الوقت الذي فاقت فيه عروض المستثمرين كتر من 11 مليار دولار وهذا يبين تقة هؤلاء المستثمرين في اقتصادنا وفي صلابة ماليتنا العمومية ثم موافقة صندوق النقد الدولي على منح الخط الاعتماني المرين لف سأل لفائدة المغرب بمبلغ يعادي الـ 500 مليار دولار لمدة سنتين وذلك بالنظر كما قلت إلى قوة الإطار السياسة الاقتصادية للمغرب والأسس الصلبة التي تستند إليها أيها السيدات والسادة المستشارين هذه التقة الدولية في صلابة ماليتنا العمومية ينبغي لها تثبيتها وترصيدها من خلال مواصلة مجهود استعادة الهوامش المالية والميزانياتية بالتوازي مع اتخاذ التدابير الضرفية لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومباشرة الإصلاحات الضرورية على المستوى الاجتماعي وتعبئة الموارد المائية وتحفيز الاستثمارات ومن هذا المنطلق ورغم أن سنة 22 كانت استثنائي على مستوى الموارد الجبائية فقد توقعنا لهذه الموارد برسم سنة 23 إضافة 4% إضافة أخدا بعد اعتبار معدل نمو المتوقع واليوم وبعد مرور أربعة أشهر من تنزيل قانون المالية المرتبط بسنة 2023 تؤكد التوقعات التي صادقنا ووافقنا وناقشناها جميعا أن الموارد الضريبية ارتفعت بـ 3.1 مليار درهم أي ما يناهز 4% باستثناء لكي ندخل شيئا ما في تفاصيل هذه الارتفاعات باستثناء موارد الضريبة على الشركات التي كانت استثنائية سنة 22 حين ارتفعت 10.5 مليار مقارنة مع 2021 والتي لم تتراجع خلال هذه السنة إلا بـ 620 مليون درهم نتيجة انخفاض عمليات التسوية وارتفاع الارجاعات بلغت نسبة تحصيلها 37.4% مقارنة من التوقعات باستثناء ضريبة على الدخل سجلت باقي الموارد الضريبية كلها وبدون استثناء تحسنا ملموسا ضريبة على الدخل زائد 4.6 بنسبة إنجاز بلغت 40% ضريبة على القيمة المضافة زائد 6.6% بنسبة إنجاز بلغت 33% الرسوم الجمركية زائد 8.2% بنسبة إنجاز بلغت 31% رسوم تسجيل التنبر زائد 10.4% بنسبة إنجاز نهزت 51% هذا في الوقت الذي تراجعت فيه تحملات المقاصة خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ونهاية أبريل 23 مقارنة بنفس الفترة مع سنة 2022 بفضل التراجع المسجل في مختلف أسعار المواد الأولية لا سيما غاز البوتان والقمح لي وهكذا فإن أسعار غاز البوتان تراجعت بنسبة 34% لتنخفض إلى 418 دولار للتون أي بمعدل من المفاتح يناير لنهاية أبريل وهو 615 دولار تون وأسعار القمح اللين انخفضت ب 17% التي تنخفض إلى 266 دولار للتون ومن المتوقع ولله الحمد أن يتواصل هذا التراجع وهو ما سيتيح هوامش مالية مهمة على مستوى نفقات المقصة خاصة كما قلت دعم غاز البوتان وتحمل نفقات إضافية مرتبطة باستيراد القمح وهو من من شأنه أن يتيح هوامش إضافية لتخصيصها لمواجهة التطورات الضرفية الحالية وما تفرضه من إعادة لترتيب الأولويات على مستوى النفقات وهو ما تم القيام به في عملية أولية همت مرسوما مرتبطا بفتح اعتمادات تقدر بعشرات الملايار تعديرها أربعة وجهت للمكتب الوطني للكهرباء والماء للحفاظ على تسعيرة الكهرباء في نفس المستوى وبالتالي فإن لا الخمسة المليار تعد السنة الماضية لا أربعة المليار تعد السنة وما سيأتي لاحقا في السنوات المقبلة هو دعم مباشر لتسعيرة الكهرباء لمختلف الأسر المغربية تمر بطبيعة الحال عن الموزع الأول لهذه المادة اللي هو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في الوقت الذي ارتفعت في هذه التسعيرة في مختلف الدول الأوروبية والتي تسجلت فيها ارتفاعات تراوحت بين 282% و152% في إسبانيا وهذه الأمور كما قلت والتي تطلبت تدخلا بتسعاد المليار أي ما يقارب 1% من ناتج داخل الخام للحد من الارتفاعات الخاصة بالكهرباء لم يكن ممكنا لو لا صلابة المالية العمومية ولو لا توفير هذه الهوامش التي مكنتنا من مواجهة هذه الأمور 1.5 مليار تعديرها لتغطية النفقات الأولية الإضافية الخاصة بالبرنامج الوطني نتع المياه الصالحة للشرب والتي أصدر صاحب الجلالة نصره الله توجيهاته السامية في هذا الإطار لإنهاء كل العمليات المرتبطة سواء بالتحويل بين الأحواض أو إنجاز المحطات نتع التحليه في حدود سنة 2027 لن أدخل في ما تم توقعه خلال أكثر من عقد وما تم إنجازه اليوم الواقع يفرد علينا اليوم أن نتعمل مع مادة حيوية تعرف اضطرابا في تحضيرها لمختلف الأسر والتي تستدعي توفيرها من شمالية خصصنا مليار نص إدرهم إضافية لهذا الأمر فيما يخص قطاع السياحة أنتم على علم بأن الإمكانات المتوفرة لبلادنا في هذا المجال تفرض علينا جميعا للمحافظة على الدينامية التي جاءت بعد محطة كوفيد واستثمار كل الحوافز وكل الظروف الملائمة لتسريع هذه الدينامية وترصيخها إجراءات إضافية مرتبطة بتوفير الخطوط الجوية لنقل مختلف السياح من مختلف مناطق العالم كل هذا تم أجراءته في اتفاقية مشتركة مع مختلف الفاعلين تطلبت تخصيص مليار فصل الزوج تعدرهم لتنزيل هذه الخارطة الطريق وكما تعلمون فبتعليمات ملكية سامية وحتى يتم الحفاظ على منتوجنا الفلاحي وتوفير مختلف المنتوجات الفلاحية الأساسية منها أيضا خاصة بأسعار محترمة وفي متناول الأسر المغربية وبفضل هذه التعليمات الملكية فسيتم تخصيص عشرات المليار تعدرهم خلال هذه السنة وخلال ما تبقى من هذه السنة في مجموعة من الإجراءات تهم أولا توفير الأعلاف الضرورية للحفاظ على ماشيتنا وللحفاظ على نشاطي أو النشاط الرعوي لمختلف الفلاحين المتدخلين في هذا المجال خاصة الصغار منهم ثم اللحم البيضاء وأنتم تعرفون الارتفاعات التي سجلت في مدختلف المدخلات والتي انعكست سلبا على أتمانها وبالتالي إلا بغينا نحفظ على المستويات نتعلى الأتمان لدى المستلك لابد أننا نجرؤ هذه التصورات في مجموعة من الإجراءات تهم المدخلات وتهم ما يستعمله مرب المشياء ومرب الدجاجي أيضا ثم فيما يخص المنتوجات الفلاحية وكما قلت الأساسية للأسر المغربية فبدون تدخل في المدخلات الأساسية المرتبطة لا بالبضور ولا بالأسميدة المستوردة ولا بالمواد الكيميائية المستعملة علينا أن نتدخل للحفاظ على أتمان هذه المدخلات أولا في متناول في اللاحينة حتى يحافظوا على نشاطهم ولكن الأهم من هذا وأننا نحافظوا على الثمن أن ننتع هذه المنتوجات في مستقبل الوقت في أتمان أو في مستويات تليق وفي مستوى القدرة الشرائية لمختلف الأسر المغربية وهذا البرنامج يعني لابد أن نخص له أكثر من 10 مليار تعديرهم 3.3 مليار تعديرهم كانت هي الموضوع عن المرسوم الذي تشرفته بتقديمه للجنتين المالية في البرلمان والـ 6.7 إن شاء الله ستجي في المستقبل لما نعمل جميعا على توفير هوام شمالية تمكننا من مواجهة هذه الضرفية الصعبة زادت صعوبتها كما تعلمون بتوالي سنوات الجفاف وبالتالي ف مختلف يعني الاتفاقات المرتبطة بالأجر أنت هذه العمليات والتي تهم مختلف الفئات المهنية للقطع الفلاحي ستعرف خروجها لأرض الواقع في العيام المقبلة كان لابد وعلينا أيضا في المستقبل أن نوفر الاعتمادات الضرورية لهذا المجال سيدات السادة المستشارين إن ما تم تحقيقه لحد الآن يعد تكريسا واضحا معترفا به دوليا لسيادتنا المالية وتعزيزا للثقاء لدى مختلف الشركاء في ماليتنا العمومية وفي صلابتها كما قلت رغم الظروف الصعبة والسياق الدولي الاستثنائي الذي يمر منه العالم ولا اليوم لا يشكل غاية في حديداته لأننا لأن الهدف هو أن نستثمر كل هذه الهوامش في مواجهة ظروف صعبة واستثنائية ولكن أيضا أن نحافظ على هذه الوتيرة وهذه الدينامية وعلى هذه الديمومة لضمان أسس متينة لاستدامة مصارينا الإصلاحي والتنمو الذي يقوده جلالة الملك نصره الله في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية لا سيما تلك التي صار يفردها السياق الدولي على كل دول العالم إن هذا المصاري الإصلاحي القائم على التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتوفيق الواقعي بين الطموحات والإمكانيات ويضمن استدامته بطبيعة الحال التدبير الأمثل لماليتنا العمومية هو الذي سيمكننا من ضمان نجاح الانتقال ببلادنا بشكل متدرج من نموذج تقادم واستنفذ كل مقومات نجاحه إلى نموذج اقتصادي واجتماعي وبيئي متجدد يتلاءم ومتطلبات اللحظة التاريخية التي تعيشها بلادنا والعالم ويستجيب لانتظار المغاربة ويضمن الحق لأجيال الغد في مستقبل أفضل وحتى نخصص الجزء الذي يليق بالإجراءات الاجتماعية والاستجابة لمختلف انتظارات الطبقة العاملة سواء كانت في القطاع الخاص أو القطاع العام لا يبد أن نسجل بأنه في هذا الإطار الصعب والاستثنائي الذي كما قلت اليوم هو واضح ويعيشه العالم خرجنا من أزمة كوفيد دامت لأكثر من سنتين تخلنا في أمور مضطربة واجهنا إشكاليات التضخم ونواجهها حاليا وسيواجهها العالم مستقبلا في هذا الإطار كان لابد التحلي بالشجاعة الكافية وبالمسؤولية التامة لفتح حوار اجتماعي مع مختلف النقابات ليتوج أولا بمأسسة هذا الحوار الاجتماعي والذي يجري اليوم مرة كل ستة أشهر نقف من خلاله أولا على التطورات التي تعرفها الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا ولكن أيضا للبث واستعمال الهواميش المالية للاستجابة بشكل تدريجي لمختلف متطلبات طبق العمل وفي هذا الإطار لابد أن ننذكر بأن المقاربة التي تم اعتمادها أولا هي أن الإصلاح القطاعي لكل قطاع معالجة متطلبات الاجتماعية والخاصة بموارده البشرية تتم بشكل كامل ومتكامل في تصور كامل واستراتيجي للنهوض بالقطاع وهكذا تم معالجة الإشكاليات المرتبطة بقطاع أو بموضة في قطاع الصحة والتعليم وبعد ذلك التعليم العالي ومعالجة الإشكالات أيضا الأفقية المرتبطة بالطرقي ورفع الحساس أعتقد بأن بغض النظر عن المبلغ الذي ستكلفه هذا الحوار الاجتماعي فيما تمه سنة 24 وهنا الاختلاف في تقديم الأرقام وهو 14 مليار نتعذره يفوق أولا المبلغ الذي خصص على الأقل ثلاث حوارات اجتماعية في ثلاث ولايات حكومية سابقة وأتقد بأن التزام الحكومة وفي مقدمتها السيد رئيس الحكومة أمام النقابات في اللقاء الأخير بمواصلة الحوار بشكل مسؤول نتقاسم فيه المعطيات ونستعمل فيه الهوامش أيضا لأنه في نهاية المطاف الإجراءات التي تهم دخل الموظفين إجراءات تعمل في نهاية المطاف على الرفع من ظروف المعيش لفئة نعتز جميعا بمشاركتها في هذه العملية التنموية التي تحدثت عنها منذ البداية وتهم أيضا فئة عريضة أو فئة مجتمعية نعتقد بأننا كلنا مجمعين على أنها كانت دائما في الصفوف الأولى لمواجهة هذه الإشكالات والأزمات التي عاشتها بلادنا وعاشها العالم وفي مقدمتها جائحة كوفيد وبالتالي فالنقاش اليوم ليس على أحقية أو عدم أحقية أو مشروعية أو عدم مشروعية بل النقاش والإطار الذي توجد النقاش المؤسساتي بين الحكومة ورئيسها والنقابات هو أن نلتقي باستمرار مرة كل ستة أشهر الموعد القادم إن شاء الله سيكون قبل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 وكما قلت اللي هو فرصة لعرض كل المعطيات المرتبطة بالإطار الذي نؤسس فيه لهذا المشروع المقبل إن شاء الله نتعى السنة المقبلة مع الالتزام باستعمال كل الهوامش المتاحة للرفع من القدرة الشرائية لهذه الشريحة شكرا على حسن انتباهكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة